محطة أخرى للمآسي على ذفاف المتوسط واحد وأربعون مهاجرا يلقون حتفهم الأربعاء في غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وفق ما أفادت به وكالة الأنباء نوفا نقطة منطلق القارب كانت مدينة صفاقس التونسية وفق ما أسر به ناجون أربعة لخفر السواحل الإيطالية الذين كشفوا أنهم كانوا في قارب يقل 45 شخصا بينهم ثلاثة أطفال وبفضل سفينة شحن أنقذتهم كانت نجاتهم وصل أربعة مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا هذا الصباح بعد إنقاذهم من قبل خفر السواحل وأكدوا أنهم من بين ضحايا غرق قارب الجماعة الماضية بعد رحلتهم التي انطلقت من السفاقس بتونس ظهر الخميس وغرقوا يوم الجماعة صباحا وفقا لروايتهم كان هناك نحو 45 شخصا من بينهم ثلاثة أطفال قالوا إنهم نجوا بواسطة سطرة ناجات خلال سقوطهم في البحر وظلوا في البحر منذ ذلك الحين حتى إنقاذهم اليوم وبما يؤكد أن المسلكة التونسي الإيطالي أضحى أفضل وجهات المهاجرين غير الشرعيين فإن حادث جزيرة لامبيدوزا يأتي ساعات قليلة بعد إعلان خفر السواحل الإيطالية عن غرق قارب على متنه 30 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين كما يأتي الحادث يومين من إعلان السلطات التونسية عن هلاك 14 مهاجرا على الأقل وفقدان عشرات آخرين بعد غرق مراكبهم قبالة الصفاقص يبدو أن جميعهم من جنوب الصحراء مشهد يلخص جزءا من مآسي مستمرة لانتشال جثث عشرات المهاجرين عبر سواحل المتوسط مع إحصائيات تونسية رسمية تفيد بانتشال أكثر من 900 جثث لمهاجرين غرقوا في المنطقة في وقت تشير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوصول نحو 90 ألف مهاجر منذ بداية العام